أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم في عنا لمحة أسبوعية التي توقعتنا لهذا الأسبوع وتوقعت هذا اليوم تحديدا وبرضو اليوم بما أنه اليوم السبت ستة أب أوسطس فهذا اليوم هو عيد ميلاد بنت مريم فها حابب أولها كل عام وأنت بكل الخير إن شاء الله وإن شاء الله العمر المديد وربنا يعيدوا عليك بالصحة والعافية والتوفيق طبعا اليوم القمار موجود عندنا في برج العقرب موجود في منزلة القلب وهو منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح ينكت القمر طبعا لغاية الساعة 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليق طبعا القمر بما إنه موجود في برج العقرب لغاية ساعات المساء لأنه برضو في عنا خلو مساء اليوم فبتظل هاي الفترة إنه منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحب بشدة يا بنكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط وبوسعنا في هاي الفترة إما الاهتمام بأمور إلها علاقة بالتأمين الصحي تأمين على الحياة تأمين أي كل أنواع التأمين أو متابعة بعض الأمور اللي إلها علاقة بشركات التأمين طبعا برضو لهذا اليوم جيد قراءة رواية بوليسية مثيرة أو رواية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخذ قرار حاسم أو استئجار بيع شراء عقار معين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم بدأ تأثيراتها وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي رح تبدأ اليوم 6-8 وتأثيراتها لغاية يوم 9-8 ذروتها يوم 7-8 في ساعات العصر بتضفي علينا هاي الزاوية نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 11-8 بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وكمان في هاي الفترة بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك الأعصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة لو ممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير أما دوليا فهي زاوية بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن يعرق للإنتاج وبرضه بزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وممكن يتعرض المواطنون لها القمع والتعصف وهاي الفترة قد تزداد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو تشهد بعض الفضائح اللي بتمس بالتقاليد والأعراض الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ واللي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 6 8 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين ومتعززة العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي حكينا زاوية منفصلة ورح تظل منفصلة لغاية يوم 2-9 تأثيراتها هاي بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا في هاي الفترة بيعند أي انتقاد بثور ثورة عالمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش طبعا تأثيرات هاي زاوية كلها لساعات العصر من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا بتوقيت درينيتش طبعا تأثيراتها من عند منتصف الليل لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة دعاش وثلاثة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت درينيتش تعني تأثيراتها لغاية ساعات ما تقريبا منتصف الليل هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوة المسار خلوة المسار طبعا حالة سلبية هي بتصير عند آخر زاوية في برج معين قبل الانتقال لأول زاوية في البرج الآخر فهاي فترة خلوة المسار فترة سلبية طبعا رح تبدأ ساعة 11.23 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح تستمر حتى تمام ساعة 34.38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 34.38 دقيقة مساء أو عند المغرب تقريبا بيصير عنا اللي هو القمر استقر في برج القوس فعشان هيك بنشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا احتاج الأمر مراجعة طبيب أو أخذ علاجات لهاي الأمور الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانا والجينات هاي تأثيراتها طبعا من الآن لغاية ساعات مساء يوم السبت بعدين من عند المغرب بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها اللي هي من الآن لغاية ساعات المساء ومن ساعات المساء الأعضاء الأخرى أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لعمل عمليات جراحية يفضل أنه في فترة خلو المسار أنه ما حد يعمل عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية فقط بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما قبل خلو المسار وما بعد خلو المسار ولكن في فترة خلو المسار أنا ما بنصح لعمل أي شيء مهم طبعا هذا اليوم هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة ولكن لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي طبعا القمر بما أنه موجود رح يكون في برج القوس من ساعات المساء فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثمانية ثمانية في تمام الساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المثلث عمره تسع أيام في تمام الساعة اتناش وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير اتنين وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية ساعة طبعا منتحس بنسبة اربعين في المية طول اليوم القمر في العقرب وبدو ينتقل القوس في ساعات مساء يوم السابت ورح ينكت في وبرج القوس لغاية يوم ثمانية ثمانية هو منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات العصر بتنزل نسبة النحوس لعشر في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في العذراء حتى يوم ستة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احدعش ثمانية سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا لللمحة الأسبوعية برج الحمل بالنسبة لليوم السبت وحتى ساعات المساء القمر ما زال موجود في برج العقرب لهو البيت الثامن لإلكم فهنا بنحكي عن فرصة لمكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض يعني هذا الأمر من الآن لغاية ساعات المساء ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع واليوم لا تكفل حد ولا تضمن حد وانتبه على أموالك من السرقة أو الضيع أما من ساعات مساء يوم اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس اللي هو البيت التاسع لإلكم ففي هاي الأيام بصير القمر موجود عندكم بالبيت التاسع بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا العمل أو تحصلوا على معلومات ما بتتوقعوها فترة ممتازة حتى للامتحانات وبيكون فيها نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما من يوم من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء هنا القمر بصير موجود بالجدي اللي هو البيت العاشر لإلكم فبتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعكم العناد والتحدي حتى أن اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة لأنه هذا بيت السمعة وإنت شوي طباعك بتكون في هاي الأيام يعني حد شوي وأفكارك مشتتة نتيجة الغضب والإضطراب أما من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة القمر بصير في الدلو اللي هو بيتك 11 فهنا بتركيز كله بصير على مصالحكم اللي إلها علاقة بعلاقاتكم الإجتماعية الأجواء بصير جيدة ممكن تعززوا علاقاتكم أو توطدوها بمناسبة باحتفال ممكن تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية لا تبقوا وحيدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد ومن مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود في بيتك 12 فهنا يعني نهاية أسبوع صعبة لأن القمر بصير في بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وأخلدوا للراحة في هاي الأيام بتكونوا أنتم بأضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهنوا على الحظوظ أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون في نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر من الآن ولغاية ساعات مساء اليوم السبت القمر موجود بالعقرب ما زال مقابلكم في البيت السابع فبظل تفكيركم يعني بينصب حول تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو شراكاتكم في العمل حفظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرضوا لقاءكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو هيك تشعر بالظلم القهر أهم مش إنك ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح أما من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في البيت الثامن فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سار على تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك إنك تتحلى بس بالليون والتفكير الموضوعي الأفضل طبعا بصير من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعة لأن القمر بصير بالجدي اللي هو البيت التاسع لإلكم فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك فالتطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر العواصف عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع البعنويات وبتضمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر للدراسة للامتحانات لورشات العمل أما من يوم من مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة القمر بصير في الدلو اللي هو البيت العاشر لإلكم فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئولية أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات فتعتبر هاي فترة واحدة أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت اللي هو بيتك 11 فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم من الآن ولغاية مساء اليوم السبت القمر موجود بالعقرب ما زال في البيت السادس لإلكم فعشانه إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نضموا جدوى الغذاءكم واخدوا قسط كافي من الراحة ما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك واستمع إلى أراء الآخرين بهدوء وروية وحاول أنك ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة أما من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس اللي هو مقابلكم تماما في البيت السابع فهذه فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهذه الفترة شوي فيها نوع من أنواع السلبية وضاغطة لأن طاقتك بتكون ضعيفة فيها فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات في هذه الأيام أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء القمر بصير موجود في الجديد تحرك درجة عن مقابلتكم ولكنه ما زال في مراحل المقابلة في البيت الثامن فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية أما من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة القمر بيصير في الدلو البيت التاسع لإلكم فهنا بيصير التركيز كله على مجال السفار الاتصالات البعيدة التعامل مع أجانب الدراسة الجامعية أو الامتحانات ثم لقاء أو فرصة من اليوم في هاي الأيام بتفتح أمامك أبواب السفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا زي ما ذكرنا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو المشاركة لمشاركة ناجحة أهمش أنك تتحرك على مختلف الأصاد أما من مساء يوم الجمعة من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بيصير بالحوت البيت العاشر لإلكم فهنا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعر ببعض الاضطراب ممكن تعيش فترة تعتبر فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية أهم شيء أنك ما تكون مهمل يعني حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن لغاية ساعات المساء مساء اليوم السب القمر ما زال موجود في البيت الخامس اللي هو في برج العقرب فبتظلها فترة ممتازة جدا وإيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وما بيدخل الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم أشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مساء لك وللتواصل مع المحيط من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس اللي هو البيت السادس لإلكم ما يعني هاي الفترة بيتراكم فيها العمل حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم ووقتكم حذروا من الجدال مع المعاونين أو زملائكم بالعمل لا تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من يوم الاثنين من مساء اليوم يوم الاثنين وحتى مساء يوم الاربعة القمر بصير موجود بالجدي البيت السابع لإلكم فبينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن شوي يكون فيها بعض التوتر ركز بشكل جيد ما ترتجل الأجواء ضغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة عشان هيك بدك تبعد عن المشاكل هدئ من روعك وحاول إنك ما تنفعل أما من مساء يوم الاربعة وحتى مساء يوم الجمعة القمر بصير موجود بالدلو له البيت الثامن لإلكم فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور تعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت البيت التاسع لإلكم وهي فترة مناسبة للأشخاص اللي يعني لهم علاقات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو سفر بتنجحوا بهاي الأمور كلها والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهمش إنك ما ترتجل أي عمل ما تستخف بالواجبات إلا أضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء اليوم السبت القمر مازال موجود في البيت الرابع في العقرب فتنهمكوا بإدخال التعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب من أفراد العائلة ومديد العن لإلهم يعني ممكن تدخل فترة هاي الفترة فيها بعض المواجهات مع الحبيب فحاول أنك يعني شوي تضبط أعصابك أو مع أحد أفراد العائلة فترة فيها نوع من أنواع التوتر لأنه في خلوب مسار والقمر منتحس تبتطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك برضو ما تهمل الصحتك أو صحت أحد الأحبة من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير بالقوس اللي هو البيت الخامس لإلكم فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المهلي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تستغل هذه الفترة بتصحيح الأخطاء أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء القمر هنا بدأ يدخل في مراحل المقابلة فبصير القمر موجود بالجدي البيت السادس لإلكم بيت العمل وبيت الصحة فهاي الأيام بيبدأ العمل بتراكم مع هيك بدكوا يعني عندكوا قدرة على إنجاز قسم كبير من أعمالكم أهم شيء أنه ما تهملوا أعمالكم وما تهملوا صحتكم هي فترة فيها ممكن عمل جيد ولكن بدك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فبدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشيء أن أحد المعاونين أو زملائك بالعمل أو أحد أصدقائك ممكن يكون فيه نوع من أنواع العمل الجديد أو العمل لساعات إضافية أما من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة فهنا القمر بيصير مقابلك تماما يعني في البيت السابع لإلكم وهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حفظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا ملاحظة لأن خصمكم شوي بيكون أقوى منكم بالفترة هاي وما بيرحم بتحمل هاي الفترة الأيام ارتباط مهم حافظ على هدوء أعصابك وحاول برضو أنك ما تكون عدائي من مساء يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد القمر بيصير موجود في برج الحوت اللي هو البيت الثامن لإلكم فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرتية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنكم ما تتدمروا على مسمع من أحد برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء اليوم السبت القمر موجود بالعقرب البيت الثالث لإلكم فما زالت الطاقة حالية جدا وأنتم نشطون في الدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هاي فترة مناسبة للقروج في نزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم وتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن ينطلق في حملة ترويجية أو يسمع خبر جيد من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس البيت الرابع لإلكم فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة في هاي الأيام فعشان هيك بدك تراعي يعني نفسيتك وتراعي وضعك الصحي أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعة يعني القمر بصير بالجدل بيت الخامس لإلكم فهنا هاي أيام الحضوض بتشتد رابطكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وتعتبر هاي فترة مناسبة لأنشاط فني أو برضو هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية أما من مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة القمر بصير بالدلو البيت السادس لإلكم فهنا بترغبوا في التقرب من أحباكم يعني شوي ولكن التركيز بصير على العمل والصحة أكثر فهنا بتجدوا أنه العمل بدأ يتراكم عندكم أهمش أنكم ما تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المساء العائلية أو الشخصية الطارية أو تشعر بنوع من أنواع التوتر فعشان هيك أهمش أنه ما تهمل عملك وتراعي أو ضاعك أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت مقابلكم تماما في البيت السابع فهنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وتعتبر هاي فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي الفترة فيها نوع من أنواع صعوبة اللي ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فبحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر لأنه الشمس موجود في بيت المتاعب وأيضا القمر مقابلك تماما برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية مساء اليوم السابت القمر موجود بالعقرب له البيت الثاني لإلكم فبيظل تفكيركم بينصب حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وهاي الفترة تعتبر حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء أنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط واطف الأجواء وحسن علاقاتك يعني معظم إنشغالاتك رح تكون على الصعيد المالي أهم شيء أنه اليوم تنتبه لأموالك ما في داعي للمجازفات والمغامرات المالية من مساء اليوم السابت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس البيت الثالث لإلكم فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات القصيرة يعني حركة نشطة جداً فترة مناسبة لإجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لأجواء لطيفة وبتحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربع عائل قمر بصير بالجدي البيت الرابع لإلكم فهنا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن هيك تكون مضطرب أو مرها في الحس بسبب بعض الأمور أو بعض الشيء فبتشعر بالارتباك أو ممكن أنك تغضب بسرعة تجنب الكصام والجدال كلياً ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة يعني الفترة هي بتحمل كلها أعمال وإنشغالات منزلية ومن مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة القمر بصير موجود بالدلول بيت الخامس لإلكم فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم فترة حظة عالية جداً بتفرح فيها لانفراج ملموس في مسألة ما بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف أما من مساء يوم الجمعة وحتى نهاية يوم الأحد الخمر بصير في الحوت اللي هو البيت السادس لإلكم فهنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم تعتبر هاي فترة مناسبة لا نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شي إنك ما تأجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية أطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً أحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً من الآن ولغاية ساعات مساء اليوم السبت القمر موجود عندكم في البيت الأول فبتظل عندكم نشاط وحيوية وبينجذ بلكم أفراد من الجنس الآخر بتقدروا تبادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها في شيء جديد رح يدخل حياتك خلال هاي الأيام وخلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظاً من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير بالقوس البيت الثالي لإلكم فهي الأيام تحمل فرصة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعة القمر بصير بالجدي البيت الثالي لإلكم فهون بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمر الصعب أو الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة يعني وتبرر من خلالها مشاعرك ومواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات أما من مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية حاولوا أنك تلطفوا الأجواء العائلية لأنها شوي بتكون ضاغطة وهذا الشيء ممكن يثير اضطرابك وامتعاضك حاول أنك متخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك بشكل مباشر أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت البيت الخامس لإلكم فهنا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح فيها كثير من الحضود وفيها كثير من العواطف بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل بتنطلق يعني بمشروع جديد أو ممكن تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة وحاول إنك تبتسم لأنه الحض بيكون لجانبك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء مساء اليوم السبت القمر ما زال موجود في بيت المتاعب في بيتك 12 فهنا بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إلا إنه بس إنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حذروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف في نوع من أنواع التأخير اليوم فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة أما من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود عندكم في البيت الأول في القاوس فأثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحليب الحكمة والواقعية في بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر في هاي الأيام أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء القمر بصير في الجدي البيت الثاني لألكم فهاي الأيام بتحمل فرصة لمكسب مالي بيكون عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما فلا تتكبر تقريبا الوضع كله لصالحك الكواكب بتدعمك وتعمل لصالحك وبتسهل كثير من الأمور لا تسمح لأي شخص بأنه يغشك حاول أنك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك عزز وضعك المالي بشكل جيد أما من مساء اليوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة القمر بيصير موجود بالدلول بيت الثالث لألكم فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وتعتبر هاي فترة المناسبة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إشي أنك تستغل هاي الفترة لأنه طاقتك عالي جدا فممكن تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتصفر عن اتفاق ومصالحة أما من مساء يوم الجمعة وحتى نهاية يوم الأحد القمر بيصير موجود بالحوت البيت الرابع فهنا بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانك تعزيز الروابط العائلية أهم إشي أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحضوض عندك بشكل كبير ولكن كل التركيز بكون على الوضع العائلي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء مساء يوم السبت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح لوجود أحد الأصحاب وترفيه عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر ولكن القمر زي ما حكينا موجود في البيت 11 من ساعات مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين هنا القمر بصير بالقوس اللي هو بيتك 12 بيت متاعبك فهنا بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي في هاي الأيام أهمش أنك ما تسمح لا أي أمر أو تحسم أي أمر إنه يزعجك بهاي الفترة فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعة هنا القمر بصير موجود عندكم بالجدي في البيت الأول فبتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا يعني أنه تجدوا أشياء جديدة أو تبحثوا عن أمر مميز في هاي الأيام بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترة ممتازة جدا تقدر تدخل التنويع لحياتك الشخصية هاي الأيام فيها مفراج وأو تسوية أما من مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة هنا القمر بصير موجود بالدلول بيت الثاني لألكم فهنا التركيز كله بصير على تنظيم الميزانية أو ترتيب الوضع المالي أهم شيء في هاي الأيام ما تغامر بأموالك تعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن في هاي الأيام أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت البيت الثالث لألكم فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وتعتبر هاي فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بإمكانكو في هاي الأيام انكو تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم وهذا الأمر ممكن يلفث الأنظار والإعجاب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء اليوم السبت القمر ما زال موجود بالعقرب البيت العاشر لا لكم فتعتبر هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل أو تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونقل رضا المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد أفراد العائلة أو الوالدين أهمش إنكم ما تنجروا وراء التسرع والإنفعال حاولوا تكونوا هادئين القمر بشكل تحدي في لحظات معينة ممكن تبدو غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاضر تحاذر الخلافات ممكن خلال هذا اليوم تكرم أو تحصل على فرصة مهمة من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس بيتكم 11 فهنا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء هنا القمر بصير في برج الجدي اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم حاولوا إنكم تخلدوا للراحة تعتبر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هاي الفترة بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل أو امتحانات صعبة أو ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما في داعي إنك تتسرع في هاي الأيام خلي أيامك روتينية تماما أما من مساء يوم الأربعة وحتى مساء يوم الجمعة هنا القمر خلاص انتقل وبصير عندكم موجود في البيت الأول فبتجدوا إنه الأمور تغيرت تماما تستعيدوا نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها ممكن تبدأ مشروع أو خطة جديدة في هاي الأيام بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برضو في هاي الأيام راح تسمع خبر سار أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر بصير موجود بالحوت البيت الثاني لإلكم أو أنا ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة حاول إنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد ثقتك بنفسك لكن بدك تحاذر من المبالغ المبالغة في مصاريفك وعطاءاتك وممكن تظهر هاي الأيام بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم السبت من الآن ولغاية ساعات مساء يوم السبت القمر موجود بالعقرب البيت التاسع لإلكم فبتظل الأجواء جيدة وممكن يصلكم خبر سار من بعيد وتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم تعتبر هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلة وممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج وتسوية مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة بتكون حيويتك عالية وبتصير متحمس لمتابعة المساعي وعندك قدرة على التواصل مع المحيط أما من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير بالقوس البيت العاشر لإلكم فهي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم أهمش أنكوا تحافظوا على سمعتكم في هاي الأيام وممكنكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الأربعاء القمر بصير موجود في بيتكم 11 فهنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجحوا في حج التأييد أو دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريف أما من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة هنا القمر بصير في بيتك 12 بيت متعبك فها بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك في هاي الأيام أما من مساء يوم الجمعة وحتى يوم الأحد القمر موجود عندكم بالحوت يعني رح تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم في هاي الأيام المبادرة بخطوة جديدة تعود بالنفع عليكم بإمكانكم تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر هاي الفترة اللي هي من يوم الجمعة وحتى يوم الأمن مساء يوم الجمعة وما بعد من أفضل أيام الشهر هيك منكون انتهينا من لمحتنا الأسبوعية أو توقعاتنا الأسبوعية للجميع بس أسأل الله أنه الخير يصيب الجميع واللي ذكرته شوي في بعض السلبية أو بعض الأمور اللي فيها تحذيرات إنها ما تصيبكم ما يصيبكم الخير إن شاء الله ما يعني في النهاية يقول هاي عبارة عن توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء